موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعة قناة مورا صفت انا سامير جمال ان شاء الله النهاردة الدرس رقم 66 من كورس انشاء برنامج المدارس بلغة البي اتش بي مع استخدام فريمورك لارفل درس النهاردة ان شاء الله هنحاول نعمل نظام الاسنتيكيشن على البيرانت او ولي الامر طيب في البداية اول حاجة لازم نعملها ان احنا نروح على الاب على الموديل هنروح على ال my parent الاول كده هنا هنا في ال my parent هنعمل هنا extend لي الاسنتيكيشن اهم حاجة ما تنساش الجزئية دي دي رقم واحد طيب رقم اتنين ايه بشواندس المفروض ان احنا هنروح على ال data base على ال migration نروح على ال my parent ديت في البداية اصلا عشان كنا عاملين الايه الاميل بالكابتل والباسورد بالكابتل فعشان ايه نبقى احنا ماشيين صح لان احنا مدعم نظام الاسنتيكيشن فبياخد على الاميل اللي هي الاسمول فاحنا كل علينا هنعدل دي والباسورد هتكون بالشكل ده كلام جميل كلام جميل واجه هنا اقول له بعد اذنك لو سمحت اعمل البيتش بي ارتسن مايجريت فريش اه طيب ما انتساش بس عشان لو هو بيكاريت حاجة في الصيدر للبيرانت مايعملش معي مشكلة تأكد قال في حاجة اه في هنا البيرانت تهيت يبقى انا لازم اعبدل الكلام ده ادى الريكوست اوف الاميل ماشي طيب هنا مايبيرانت جديد خليني بلاش يكون اسمه سامير جمال عشان ما توش الدنيا الاميل سامير والدنيا سامير يبقى احنا ممكن نقول له هنا مسعس مثال خلينا يبقى شوارينا مصبوط هنقول له هنا بيرانت دوت كوم ماهو طمام حينو هنقس الاسم الاول مسلا هنسميه مسلا عماد محمد عماد مسلا اين كان ورقم التليفون اللي مسلا نخليه مبارمك اين كان وهنا الاسم هنا تمام مافيش اي مشكلة عشان بس ايه نصبط دنيتنا هنا طيب لغاية الان الامور كلها تمام طيب منساش هنا برضو لو روحت هنا على الموديل هتأكد في الماي بيرانت اعدل بس التعديل بتاعنا ده احنا كان عندنا ان هو كده كده بياخد الاميل وبياخد الترانسبيتابول كلام جميل حالو الكلام يلا سيدي نقول له بسم الله اعمل لي ماجرات فريش وبعد ما تعمل فريش اعمل لي سيدر عشان بس هشوف الدنيا فريش طيب هنا طبعا الديتابيز عشان انا شغل من السندر حاضر يا سيدي هنا اسفين هنقول له php artisan migrate فريش وبعد ازناك اعمل لي سيد للكلام ده هي ابدأ ان اضاف لي الديتابيز بتاعتي بشكل كامل انا كان ممكن ان انا اجهز الفيديو وزبطه ولكن حبيت ان انا يزبطه قدامك لسبب واحد عشان التعديلات اللي تم اديت عشان تبقى انت عارفها فيما بعد عشان متعملش معاك مشكلة هو كده دلوقت المفروض بينفذ الجداول بعد ما ينفذ الجداول هيبدأ ان هو ينفذ السيدر نكمل يا سيدي طبعا ما شاء الله احنا عندنا كمية جداول يعني كبيرة طبعا فيه يكون اكتر يعني فيه مشاريع بيكون فيها كمية جداول اكتر من كده مليار مرة يعني مراحل كدير جدا ولكن يعني مبدئيا الحمد لله الامور بتاعتنا ماشية بشكل سليم طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز افاهمها لك ان انت في وقت من الوقات المشروع اللي انت شهال معاه ده ممكن ان انت تحاول تزبط حاجات خاصة بك انت يعني هندي الحاجات بمزاجك انت وزبط حاجات بمزاجك انت مش شرط ان انت تمشي زي بالزبط يعني ولأ يعني عشان تبقى انت ايه مزبط امور كده المفروض الحمد لله فضل الله الدينيا كلها عندي بقت تمام تعال نعمل هنا ونبدأ نشوف عندنا هل هو حطينا بتاعنا كمل كابلينا البرانت اات ياهو دوت كوم والباسورد من واحد ل ل تمانية تمام وجي هنا عندي الاميل بتاعي الامور كلها تمام نظام الازون تيكيش عندنا هل هيحصل هنيجي طبعا نشغل بقى السيرفر جميل يلا سيرفر طيب اللي احنا هنعمله كالتالي اول حاجة هنروح نعملها زي الشطر كده نروح راحين على الريسورس على البيو على على ال هضيف عندي هنا هاخد كوبي من وراح ضيف هنا طيب اللي هيكون في البرانت هيكون عنده حاجة اسمها الابناء على سبيل المثال وهيكون عنده حاجة اسمها الملف الشخصي تمام دي اول حاجة عملتها تمام لغاية الان امور كلها تمام الدنيا زي الفل احنا كنا مهندلين الدنيا بتاعتنا بشكل سليم في المرات اللي فاتت فاحنا ممكن نيجي هنا نقول بيرانت مثلا ونجرب نشوف واحد دين ثلاث اربعة خمس سبعة تمانية طيب هنا دلوقتي مبدئيا هو دخلني على الصفحة ديت طيب احنا عايزين نشوف بقى ايه الداشبورد الجميلة بتاعتنا عشان نفهم ايه قصة عشان نبقى هنا عارفين ايه لا يتبقى طيب هو هنا دلوقتي المفروض راح الراويت ولكن لما راح الراويت ملقاش اي حاجة عندي موجودة هنا فاذا دلوقتي احنا ممكن ناخد حاجة من الراويت ديت بتاعت الستوديو نتسميها مثلا فيرانت مثلا وليكن كلام جميل ونضغط هنا حلو الكلام الكلام عندي هنا طبعا ما نساش اننا هروح على الاب او اصف كان في الكونفج اتأكد بس احنا 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 وهنا من ديين عليه تمام ده كان من البداية كنا احنا مقسمين الدنيا بتاعتنا ديت عشان نشوف طيب هنا نروح على الراويت سيرف بروفايدرز ندخل جوا كده بس نتأكد احنا عندينا داشبورد ليه هنا حلو اوي المفروض عندي هيكون هنا عندي ديت هتكون عندي هنا هنقول له عشان نبقى ان ايه ماشيين على الشغل المزبوط تمام تمام وبرضه هنا بقوله ان في عندي ملف هنا اهو اخد الملف الجميل بتاعي ده هيكون عندي هنا بيرانت اده الصفحة بتاعتنا حلو الكلام حلو الكلام طبعا منساش هنا اني هيكون عندي اسم بتاعتي هنا هنال هنال هاجي هنا اقول اده الراوز بتاعتنا اهي زي الشاطر كمل احنا عمدين ابرانت وهنا اقول ضد هنا مسع سم بيرانت كلام كلام جميل حلو الكلام حلو الكلام لغاية الان اديني زي الفل والامور كلها تمام طيب الخطوة اللي بعد كده المفروض ان احنا عايزين نروح على الريسورس على البيو على البيتشيس هنلاقي عندنا هنا حاجة اسمها على سم المسال كان في عندنا هنا ايه اتوقع ولا كان بيرانت هل نتأكد كان في انا بحاول بس اشوف احنا كنا عاملين اولية الامور دي ايه طيب كان في البيتشيس لما كنا بدخل جوا البيتشيس اه طيب احنا ممكن نيجي هنا خلينا نعمل حاجة مسلا اسم مثال خلينا ننشي صفحة جديدة هنا مسلا اسم مثال ممكن نقول له هنا بيرانت مسلا عندي فولدر اسمه بيرانت وهيدخل جوا كده كده يعني تعال نعمل هنا برضو عشان نبقى احنا ماشيين سلام زي ما بيقوله ندخل هنا جوا نقول له عمل فولدر اسمه داشبورد جوا البيرانت كلام جميل وهيجي هنا مسلا جوا الداشبورد ده على سبيل المسال واللي كنت سي مسلا المفروض دلوقتي ده هيكون جوا الداشبورد بتاعتنا طيب الداشبورد بتاعتنا هتكون بالشكل ده خلينا ناخد منها كوبي كده ونروح هنا جوا الداشبورد نحطها هنا دي طبع مين كانت بتاعت كل العالية فيه هاجي هنا بمنتاج الشياكة كده اقول له اول حاجة انك هتعمل وقول مرحبا بي انا كده كده اصلا مش محتاج اي حاجة تتعلق بي هنا فبالتالي هيرجعني على الصفحة دي خالص مش محتاج live wire او كده كده انا مش محتاجين live wire هنا اصلا يعني محتاجين الجزئية بتاعت live wire خالص ولا الكلام ده تمام خلينا نعمل refresh كده نشوف بسم الله خلينا نروح على ولي الامر تاني طيب لما باجه ضغط هنا ما بيروحش معايا طيب نتأكد اول حاجة من الهنا في او هنا نروح على ال الكلام جميل بس تأكد من حاجة تمام قفل بس كل الكلام ده عشان ما تقويش نفسي عندي هنا في في طيب طبعا احنا كناش هنا مزودين مزودين لو مش عارف ايه هتروح توديني على بتاع طيب هنا دلوقتي لو مش بتاعي از كزا هتوديني على ماشي وبعد كده هنا اتأكد بس انا هنا دلوقتي عندي هنا بيرانت كلام جميل لو قلتلوا هتبدأ توديني على بتاعتنا حلوة كده مبدئيا الامور بالنسبة لي تمام اتأكد بس من دنيا بتاعتي هنا في عندي ادا بتاعتي ادا بتاعتي اهيات اللي هي بيرانت داشبورد وطول انت هترجع على الصفحة بتاعت الايه البيتش بقى هتبقى هتبقى جوه هتلاقي في عندك حاجة اسمها جوه هتلاقي عندك حاجة اسمها على طول احنا ممكن نستغنى عن يعني ممكن نستغنى عن خالص مسلا مش محتاجين الفرض نكرر مرتين احنا ممكن نقوله انت عندك على طول تمام اتأكد بس هنا من الراود بتاعنا لو في اي حاجة عندي طيب يلا سيدي بسم الله انا بحاول ادخل هنا على طيب هو هنا دلوقتي مش عايز اعترف معايا باي حاجة ليه هو بيرجعني على عشان في حاجة هنا مش مظبوطة ايه هي الحاجة المش مظبوطة خلين قوله هنا بتاعنا كده بس نوقف السيرفر بتاعنا بتاعنا كده بس نوقف السيرفر وبعد كده نيجي نضغط هنا refresh عشان بس ايه اوقف السيرفر بتاعنا وبعد كده اشغل السيرفر مرة ثانية عشان انا كان ممكن اعمل حتة دي بعيد عنا خالص ولكن حبيت ان اعمل هالك قدام هنا تمام هو لغاية الان مش معترف باي حاجة ليه بيجيب لي بيرجعنا على السيليكشن طيب دي ولي الامر المفروض ده بيرانت طيب خلينا نقفل دي خالص واعتبر نحن هنفتح من هنا كده بس الاول واجه هنا اقول ادى ولي الامر اهوات عندي اهوات ادى اللوجين بيرانت قلتلو انك هتروح على صفحة هتروح على اميل اسمه بيرانت ادى دوت كوم قلتلو الباسورد بتاعك من واحد لتمانية اتوقع تعال نشوف كده نتأكد بس في السيدر هو كان من واحد لتمانية ولا لا لو رحنا على السيدر كامل كان من الباسورد بتاعنا من واحد لتمانية مصبوط كلام جميل قلتلو هنا دلوقتي مبدئيا هو رجعني هنا مصبوط ولكن لما بيرجعني ما بيصبوط معاقل ليه عشان في عندي ميدلوير هنا مش مصبوط طيب كل اللي عالنا بقى قفل بقى كده ميدلوير ده كده قفل الكلام ده كله هنا فيه غلط في الراوت ده يعني فيه غلط هنا في الراوت الجميل ده هنا البرانت ده هو مش فاهم كل الكلام ده شوف بقى شايف اللعبة فين قعدنا نلف حولين بعض ولكن انا حبيت عمل الكلام ده ودامك عشان تبقى انت فاهم بص معلم لو جيت تبص على الراوت بتاع البرانت بيقول لو يقدر يزوره هنا الوزنطيكيشن اوف الستيودينت شوفت بقى داشبورد عادي خالص اهو ثم انتهاء الشيك كلام جميل حلو الكلام لو احنا جينا روحنا على الريسورس على البيو على البيتشيس هنا على الداشبورد جميلة هنلاقي عندنا هنا الوزنطيكيشن بتاعنا مش جايت عادي دي هنقدر نجيب الوزنطيكيشن اوف ال كان اسمه ايه طبعا في البرانت كان اسمه هنبسم رفرش كده هنا نجي هنا نقول له انك هتروح على النام فاظر حلو الكلام يا صاحبي حلو الكلام تاعنا من رفرش جاب هنا قال لي مرحبا بك عماد محمد كده دوقتي مبدئيا انا داشبورد ولي الامر اتزبطت معايا بشكل سليم انا كان ممكن اشتغل عليها وزبط الفيديو ودخلك عداش بورد دايرك ولكن حبيت اعمل الحاجات دي قدامك المرة التالتة او ممكن المرة ربعة في النظام multi authentication اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ولو اول مرة تشوف ني ما تنساش تعمل الشراك في القناة عشان نقدم لك المزيد من الفيديوهات سلام عليكم اشتركوا في القناة